موسيقى حالة اختناق بغازات سامة في حلب والنظام والمعارضة يتبادلان الاتهامات قصف متجدد للنظام على جرجناز بعد يوم دام استهدف مدرسة وأوقع ضحايا بينهم أطفال موسيقى صفقة تبادل أسرى بين النظام والجيش الحر في مدينة الباب برعاية روسية تركية موسيقى أهلا بكم مشاهدين في تفاصيل نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم اتهم النظام من وصفها بالمجموعات المسلحة باستهداف مناطق في مدينة حلب بقذايف تحوي مواد سامة ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق فيما نفت غرفة عمليات جمعية الزهراء التابعة لفصائل المعارضة اتهامات النظام من جديد يتم استخدام الكيموي ضد المدنيين في سوريا لكن هذه المرة في مناطق سيطرة النظام وكالة سانا الموالية قالت إن قصفا نفذه مسلحون استهدف منطقتين في مدينة حلب ونقلت عن مصدر طبي أن القذائف حوت غازات وأسفرت عن إصابة خمسين شخصا بحالات اختناق قصف حلب تزامن مع نشر وسائل إعلام الروسية وأخرى تابعة لنظام الأسد أخبارا تتحدث عن قيام الفصائل باستهداف أحياء في مدينة حلب منها شارع النيل والخالدية والشهباء بقذائف صاروخية تحمل مواد سامة مراسل حلب اليوم قال إن الأحياء التي تعرضت لقصف بالغازات السامة مكتظة بالسكان ولا تقع على محور واحد مشيرا إلى أنه في حال وقوع قصف بالغازات السامة فإن عدد المصابين سيكون مرتفعا نظرا للكثافة السكانية مراسلنا أوضح أن اتجاه سقوط القذائف التي استهدفت تلك الأحياء لم يكن من الريف الغربي لحلب بل سمعت أصوات القصف من حي الحمدانية وتحديدا الأكاديمية العسكرية المصابون وفق مراسل حلب اليوم لم تظهر عليهم الأعراض ذاتها التي ظهرت على ضحايا الغازات السامة في الغوطة الشرقية وخان شيخون بل اقتصرت على الاختناق والسعال المتواصل غرفة عمليات جمعية الزهراء غرب حلب نفت ادعاءات نظام الأسد حول استهداف الفصائل الأحياء المدنية بالغازات السامة معتبرة أن ذلك من أساليب النظام في حربه الإعلامية ضد فصائل المعارضة لتبرير أعمال مستقبلية الدفاع الروسي وعلى لسان المتحدث باسمها إيغور كوناشينكوف قال إن روسيا تعتزم مناقشة قصف حلب مع تركيا كونها الضامن للمعارضة المسلحة بوقف الأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد وإنضام إلينا من الحدود السورية التركية الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير ناجي مصطفى أهلا بك ناجي بداية كيف تردون على اتهامات النظام للفصائل المعارضة بقصف مدينة حلب بالغازات السامة السلام عليكم أهلا بك نعم تعلمنا وتعودنا على هذه الكاذيب وهذه المسلحيات التي باتت مخشوفة للجميع وهي افتراءات وكذب وتضليم من النظام المجرم بلسخ دائما التهم بالفصائل ونحن نعلم أن هذا السلاح وهذا النوعية من السلاح لا يمتلكه إلا النظام المجرم الأساس بالذي قام باستخدامه سابقا في أكثر من واقعة وقامت المنظمات الأمم المتحدة والمنظم بعثات الدولية لأمم المتحدة بإثبات أن النظام هو من قام باستخدام هذا السلاح يوم عمز نحن كجموطة التحريض وكافة الفصائل التورية المتواجدة في ريف حلب لم تطلق أي قذيفة باتجاه المواقع العسكرية ونحن لا نستخدم ولا نستخدم الأحياء المدنية نعتبر هؤلاء السكان المدنيين هم أهلنا ومتواجدون في تعظل احتلال نظام المجرم الأسدي وهذه الطغمة الفاسدة والطغمة المحتلة لهذه الاحياء والمنشيات الطائفية وقوات الاحتلال الروسي نحن قمنا باستداف المواقع العسكرية في ريف حماء في مواسكر أبو دالي والمواقع العسكرية التي تقوم باستداف القرى المدنية والأهل في السكان في ريف حماء نعم سيد ناجي في العودة إلى قصف حلب هناك انباء تفيد بأن مصدر القذائف هو الأكاديمية العسكرية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في حي الحمدانية هل تم تحديد مصدر القذائف التي استهدفت الأحياء بالنسبة لهذه القذائف التي استهدفت فيها هذه الأحياء نعم قوات الأستطلاع المتمركزة في ريف حلب قد لاحظت هذه القذائف وانطلاقها من الحمدانية من أحياء الحمدانية وخاصة في الأكاديمية الأسد العسكرية سمع صوات أطلاق هذه القذائف من هذه المنطقة ومن ثم وقعت في أحياء المدنية التي دعا النظام أنها سقطت فيها ونحن نلاحظ هذه الأعراض كما جاء في تقريركم ونؤكد هذا على هذه الأعراض التي لم تكن أعراض لا هي تمثيلية من التمثيلية النظام المجرم وما كميته الإعلامية نعم كنت معنا من الحدود السورية التركية الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير ناجي مصطفى شكرا جزيلا لك قضى التسعة مدنيين جلهم تلاميذ إثرى قصف لقوات النظام على بلدة جرجناز بريف إدلب الجنوبي بصواريخ شديدة الانفجار غاد رأيات صفه الرابع وأبقى على كتبه وأبراقه شاهدة على جريمة تعددت جنات فيها أغمضت عيناه إلى الأبد بعد أن فقد أهم حقوقه وصار رقما من تسع ضحايا سقطوا بقصف لقوات النظام على بلدة جرجناز جنوب إدلب بثلاثة صواريخ أرض أرض متتالية اسمعنا أول انفجار بدون لا صوت مرور صاروخ ولا شيء ما اسمعنا انفجار قوي فعلا يعني كان رهيب لكن بعده عن المعهد تقريبا ما يقرب من واحد كيلومتر بعد أنزلنا الطالبات من الطابق الثاني على الطابق الأرضي ونظرنا شفنا أنه مكان الضربي في داخل الفلبية السكنية سبعة تلاميذ ومدرستهم كانوا الحصيلة الأولية بالإضافة لطفلة في عامها الثالث قضت بقصف مدفعي في ساقات الليل المتأخرة نهيك عن الجرحى الذين شملوا عنصرا من الدفاع المدني وطلابا من صف إياد صار أن قوات النظام استهدفت هذه الحارة بثلاث صواريخ أرض أرض راح ضحيتهم ثلاث طلاب وأمرأتين طبعا هذه الحارة هنا يوجد مدرسة ضربت حوالي هذه المدرسة استهدفت الحارة بثلاث صواريخ هذا الصاروخ هو راح ضحيته هؤلاء الإصابات ثلاثون ألف نسمة في بلدة جرجناز كانوا شهودا على العديد من المجازر كان أخرها سقوط ثمانية مدنيين بقصف مشابه مطلع الشهر الجاري ما أسفر عن نزوح عشرات العائلات إلى مناطق تسمى مجازا أكثر أمنا دخل أضراب المعتقلين عن الطعام في سجن حمات المركزي يومه الثالث عشر دون التوصل لأي نتائج حول مطالبهم بإلغاء أحكام الإعدام المؤجلة التي أصدرها النظام بحقهم وقال عضو هيئة القانونيين السوريين المحامي فهد القاضي لقناة حلب اليوم إن الوضع الإنساني داخل السجن يزداد سوءا وسط ارتفاع أعداد الحالات المرضية بين المعتقلين وغياب الكوادر الطبية إضافة لحالة اليأس والإحباط التي طالتهم لعدم توصل المنظمات الدولية لنتائج تضغط على نظام الأسد لتحقيق مطالبهم أبدأ وجهاء والرجال دين في السويداء استياءهم مما وصفوه بالضرب والإذلال للممنهج بحق من التاحق من أبنائهم لصفوف قوات النظام مؤخرا وأفدت مراسلات حلب اليوم بأن اجتماعا عقد في المركز الثقافي بمدينة السويداء ضم كلا من أمين فرع الحزب وعضو القيادة المركزية في حزب البعث التابع لنظام الأسد اللواء ياسر الشوفي ورجال دين ووجهاء لمناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة وأضافت المراسلة نقلا عن مصدر المطلع أن عددا من الحاضرين انتقدوا مرسوم العفو الخاص بالعسكريين معتبرين أنه خداع للشعب السوري شدد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا على أن جهود تشكيل اللجنة الدستورية السورية ما تزال تواجه عقبات فيما خلف قصف قوات النظام عددا من القتلى والجرحى في ريف إدلب الحل السياسي في سوريا ما يزال الشغل الشاغل في بازار التصريحات الدولية في الوقت الذي ما تزال دماء السوريين تهرق دون حسيب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا تحدث في كلمته خلال جلسة للمنتدى المتوسطي في روما أن الوضع في سوريا والذي يتمثل في توزع السيطرة على أراضيها بين النظام وعدد من الأطراف الخارجية لا يمكن أن يستمر ولابد من إعادة بناء الدولة السورية كما نوها إلى أن جهود تشكيل اللجنة الدستورية السورية لا تزال تواجه عقبات مشددا على ضرورة إطلاق عملية سياسية وليس معالجة الجوانب الإنسانية للأزمة فقط وزير الخارجية الروسي وخلال كلمة في المنتدى ذاته أكد أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية أو شك على النهاية موضحا أن لقاء أستان المقبل سيركز على جهود تشكيلها فعالية اللجنة الدستورية السورية أهم من وضع مهل زمنية غير واقعية لتشكيلها والأطراف التي تصر على ذلك تسعى لتقويض عملية أستان الرامية إلى التسوية السورية وتسعى للعودة إلى منطق تغيير النظام مصادر في وزارة الدفاع التركية تحدثت أن وزيرات الدفاع الروسي سيريشويغو ونظيره التركي خلوص أكار توحث في اتصال هاتفي قضايا تتعلق باتفاق سوتشي الموقع بين الدولتين وأكدت أن الوزيرين حددت تدابير الفنية والتكتيكية الواجب اتخاذها ميدانية تدابير لا يبدو أنها شملت تحركات قوات نظام الأسد التي قصفت بلدات جرجاناز بريف إدلب الشرقي بعدة صواريخ ثقيلة طالت مدرسة تعليمية ومساكن مدنيين وخلفت عددا من الضحايا والجرحة بينهم طلاب وفق ما قاله مراسل حلب اليوم في المنطقة طواحن جينيف وأستانا وسوتشي تدور على هوا اللاعبين في الملف السوري فيما رح القصف والحرب تطحن السوريين بلا هوادة وفق تعبير مراقبين مشاهدين نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل نازحون من ريف حمص يعيشون في مباني كانت مخصصة لتربية الدجاج قرب جرابلوس أهلا بكم مجددا شهدت مدينة الباب عملية تبادل لأسرى بين الجيش الحر وقوات النظام برعاية روسية تركية فيما اعتبرت الخارجية التركية الصفقة فرصة مهمة لتبادل ثقة بين النظام والمعارضة عشرة مقابل عشرة وعدد الأسرى الذين تم تبادلهم بين فصائل الثوار وقوات النظام في مدينة الباب شرقية حلب وذلك خلال صفقة برعاية تركية روسية مراسل حلب اليوم قال إن فرقة السلطان مراد التابعة للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري أشرفت على تسليم الأسرى التابعين لقوات النظام مقابل الإفراج عن عشرة أسرى كان النظام قد اختطفهم في وقت سابق وعلى الرغم من أهمية الصفقة لذوي المفرج عنهم لكنها تبدو أكثر أهمية لتركيا الضامن للمعارضة والتي سارعت خارجيتها للقول إن الصفقة فرصة مهمة لتبادل الثقة بين النظام والمعارضة وذلك في إطار الدفع قدما بالعملية السياسية وفق ما يرى مراقبون بيان الخارجية التركية جاء مطابقا لتصريح سابق لأيمن العاسم رئيس اللجنة الإعلامية في وفد أستان المعارض قال فيه لحلب اليوم إن ملف المعتقلين يتصدر أولويات الوفد في أستان ونحن أمام اختبار ثقة متبادل من قبل الدول الضامنة لمسار أستان وأمام الخطوات السياسية السريعة والتصريحات المهمة يقول مراقبون إن نظام الأسدي حاول إحداث فوضى سياسية وعسكرية من خلال رفضه تشكيل اللجنة الدستورية وخرقه المتكرر لاتفاق سوتي وقصفه المناطق المنزوعة السلاح كان آخرها بلدة جرجناز بريف إدلب ووفقا لتركيا فإن صفقة التبادل تأتي في إطار مشروع تجريبي منبثق عن مجموعة العمل المشتركة والتي من شأنها إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والرهائن وتسليم جثامين القتلى والبحث عن المفقودين في إطار مسار أستان حول سوريا بينما يراها النظام انتصارا على التنظيمات الإرهابية المسلحة التي اختطفت الأسرة في أوقات سابقة من مناطق مختلفة بريف حلب وفقا لوكالة سانا الرسمية ويمر ذلك وسط غياب كامل للتصريحات الروسية وينضم إلينا من إسطنبول أيمن العاسمي رئيس اللجنة الإعلامية في وفد أستانا أهلا بك أستاذ أيمن بداية ما هي أهمية توقيت هذه الصفقة بالنسبة لوفد أستانا وما هي دلالاتها السياسية نعم السلام عليكم ورحمة الله حقيقة هذه الصفقة تأخرت كثيرا كان يجب أن يتم عقدها أو يعني تنفيذها بعد الاجتماع أستانا الأخير في الشهرين السابقين طبعا يعني أستانا عشرة لأنه تم الاتفاق في ذاك الاجتماع على إطلاق هذه المجموعة تأخر النظام كثيرا فيها كعادته يعني كان يماطل باستمرار هو الإيرانيين لكن هناك ضغط تركي حقيقة بالتلتجاه تنفيذ هذه الصفقة إضافة إلى يعني هذه المرة كان هناك ضغط روسي أيضا حقيقة يعني لا نمكر هذا الأمر إذن يعني كيف تفسر هذا الضغط التركي والروسي قبل أيام قليلة من إنعقاد سيتانا أحد عشر يعني حقيقة الدول الضامنة ترغب بأن تحقق شيء فعلي في موضوع المعتقلين لأنه حقيقة الآن يعني مضى على هذا المنفس عدة جلسات ولم يحقق إلا بعض الأمور يعني التي كانت لا تتجاوز الأوراق في كتابة الأوراق طبعا تشكلت اللجنة التي ذكرتمها الآن في التقرير لكنها لم تنجز عملا إلا أن أنجزت أخيرا هذا العمل يعني حقيقة هم يريدون أن يفعلوا هذا المسار وهذه القضية أو هذا الملف في هذا المسار أيضا أن لا تبقى حديث الجدران والنقاشات على الطاولة فقط وأنما يتشعر الناس أنه بدأت فان العملية فعلية في إطلاق المعتقلين وربما يعني البعض يتساءل أن العدد قليل أو يعني قليل نسبيا حقيقة هي الغاية أن يفتح هذا الملف يعني هنا يمكن أن نتساءل يعني السيد أيمن يعني بما أنه العدد قليل يعني ما مصير بقية المعتقلين وبقية الملفات الخاصة بالمعتقلين نعم النظام كان دائما يتهرب بأنه ليس لديه معتقلين وينكر أن لديه معتقلين لذلك يعني كانت هذه العملية لابد أن تتم ولو بأي شكل حتى نثبت أن النظام فعل لديه معتقلين وأنه مدى بإخراجهم لذلك نحن قلنا أنها إخراج متزاما يعني النظام أخرج دفعة والمعارضة أخرجت دفعة حتى نضع هذا الملف يعني قيد التنفيذ ونبدأ بالعمل الفعلي على الواقع بهذه القضية وبهذا الملف نعم يعني حقيقة النظام لا يستطيع أن ينكر أنه ليس لديه معتقلين وخاصة بعد أن تم إخراج قبل هذه الصفقة أيضا مجموعة من هذه الجبهة الجنوبية بعد اتفاق الاستسلام الذي وقعها في الجنوب نعم يعني بالتالي هنا أصبحت القضية أكثر دقة لأن لديه معتقلين وهو يطلقه بالآن نعم لذلك لا نتوقف عند العدد لأنه في الأيام القادمة سوف يكون أيضا اتفاقات ربما تشمل أعداد أكثر نعم ونحن متسائلون بالنسبة لهذه القضية بالذات نعم كنت معنا من إسطنبول أيمن العاسمي رئيس اللجنة الإهلامية في وفد أستانا شكرا جزيلا لك أعلنت مصادر موالية عن رفع ميليشيا حزب الله اللبناني راية ثاري الحمراء على مقام السيدة زينب في دمشق تسعى إيران دائما لتبرير وجودها في سوريا متذرعة تارة بحماية المقدسات وتارة أخرى بمحاربة الإرهاب جديد الميليشيات الإيرانية ما أعلنته إحدى الصفحات الموالية عن رفع راية الثأر الحمراء على مقام السيدة زينب في دمشق وأشارت الصفحة أن من قام برفع راية الثأر أحد عناصر حزب الله اللبناني ويدعى الحاج أبو حمزة رفع راية الحمراء بحسب أحد المواقع الإيرانية يعتبر طقصا متوارثا عند الطائفة الشيعية وكان العرب قديما عندما يقتل شخص ولا يؤخذ بثأره يضعون على قبره راية حمراء ولا يرفع العلم إلا بعد الأخذ بالثأر منطقة السيدة زينب في دمشق تحولت إلى مركز للميليشيات الإيرانية والعراقية يمارسون الطقوس الشيعية فيها اللطم لم يقتصر على مقام السيدة زينب بل تعداه إلى داخل أحياء دمشق القديمة والأماكن التراثية والأسواق الشعبية بالإضافة إلى الجامع الأموي التغلغل الإيراني في سوريا لم يقتصر على ممارسة الطقوس بل تعداه قيام المركز الثقافي الإيراني في مدينة دير الزور بتوزيع الكتيبات والمطويات الدعوية الشيعية على الطلاب في المدارس والأهالي بصورة عامة ونشر ملصقات تمجد دور الحرس الثوري الإيراني في معارك دير الزور كما تعمل إيران على نشر المذهب الشيعي بين أوساط الشباب من خلال البعثات الدراسية وبناء الحسينيات واستغلال الوضع الاقتصادي والتجنيد في صفوف أذرعها العسكرية في المحافظات كشفت الهيئة السورية للمفاوضات عن مساعي تجري حاليا لتأسيس مكتب متخصص في رصد ومتابعة السلوك الإيراني في سوريا والمساهمة في وضع الأفكار والأدوات التي تناسب عملية أنهاء الوجود الإيراني على كل القوى الفاعلة أقليمية ودولية والتي تؤمن ومأثرها والتي تؤمن بأن إيران دولة مخربة ودولة شيطانية تقوم بممارسات طائفية من أجل انتبيل مشروع الطائف المنطقة لا بد لهم ولد جميعا من انتهاء السياسة واحدة وخطة عمل واضحة من أجل منع التمدد الإيراني ووضع حد له وفي هذا النقار كذلك تعمل هيئة المفاوضات على تأسيس مكتب متخصص في هذه القضية من أجل بصل السلوك الإيراني ومن أجل المساهمة للوضع الأفكار والأدوات التي تكون مناسبة لإنهاء هذا التواجد الإيراني على أرض مخيم المداجن مكان يؤوي عددا من نازحي مدينة الرستن وهو عبارة عن مباني مهجورة قرب جرابلوس كانت مخصصة لتربية الدجاج في هذا المكان المخصص لتربية الدواجن بالقرب من مدينة جرابلوس بريف حلب حطت رحال بعض المهجرين بعد أن ضاقت بهم السبل واتخذوه مخيما لهم قرابة الأربعين عائلة يقطنون هذا المكان بعد تهجيرهم من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي نحن تهجونا من بيوتنا وطلعنا بالهدوم اللي علينا فقط بس وأولادي كلها يتها قاعدة خمس شباب وإذا صر لنشغلوا صر لون بطلعوا من الساعة ستة ونوص ما بيجوا للساعة سبع المسا وقاعدين بهاي هنجارات جاج كلها لسقفة مفتوها علينا ولوقت البشية الدنيا الله وكيلك غراضنا كلها بصير موي أبو عمران يعاني بعد وصوله إلى هنا برفقة عائلته والأسر الأخرى من أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد لمستلزمات الحياة من غذاء ودواء وتعليم لأطفال المخيم الذين فاق عددهم الخمسين طفلا إضافة إلى عدد من الشبان العاطرين عن العمل مع فقدانهم لكل احتياجات معيشتهم الأساسية يبقى الأمل بالنسبة لهم هو الرجوع إلى ديارهم التي تركوا فيها ذكرياتهم وخرجوا إلى الشمال السوري يوعانون حياة مأساوية صعبة بالتزامن مع إقبال فصل الشتاء راجين من الجهات المعنية والمختصة بالنظر في أمرهم بدل كشك حلب اليوم ريف جرابلس إلى هنا نكون وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية نشرتنا لمزيدا من الأخبار دائما يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلبتودي تي بي دوت نت شكرا لطيب المشاهدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة